الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الإيجابية مصطلح انتشر مؤخرا من التجاوب أي الإنسان الذي يتجاوب مع نفسه ومع غيره ومع مجتمعه يرى مسؤوليته تجاه نفسه وتجاه غيره فتجده دائما في طرق النفع بخلاف السلبية أي الأنانية هذا الإنسان الذي لا يرى إلا نفسه ولا يرضى إلا بما في يد غيره حتى ولو لم يكن حق الفارق بينهما كبير ولذلك يضرب الله لنا المثل في القرآن الكريم ليبين لنا هذا الفارق قال تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ أَبْكَمُ أَيْلَ يَتَكَلَّمُ أَحَدُهُمَ أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهِ قِمَّة السلبية قِمَّة السلبية أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم أهل الإيجابية الإيجابية هي التي بلغت الأمم بها حضارتها ونهضطها وتقدمها بل هي السبيل إلى النجاة من عذاب رب العالمين قال تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ لم يقل صالحون قال مصلحون أي يصلحون حالهم وحال غيرهم أهل الإيجابية الإيجابية هي التي استدلت بها السيدة خديجة على رعاية الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة حيث رأى سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية وهو لا يعرف من هو فأقبل وقال من الخوف زملوني دثروني أي غطوني ويقول للسيدة خديجة لقد خشيت على نفسي فتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا لماذا؟ بالإيجابية إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق كلا والله لا يخزيك الله أبدا وكيف لا وهو الذي علمنا الإيجابية في جميع شؤوننا وفي جميع أحوالنا فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان من أهل الاختصاص للتغيير باليد فمن لم يستطع فبلسانه كن إيجابيا ولو بكلمة فمن لم يستطع حتى بالقلب فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال تعالى وتعاونوا تجاوبوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أهل السلبية الذين لا يرون إلا أنفسهم ولا يريدون إصلاحا بل لا يرون إلا الهلاك والفساد في المجتمع قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم ولذلك لو عدنا بالزمان للوراء لسيدنا موسى عليه السلام وهو مولود أراد الله جل وعلا أن ينجيه كيف نجاه بالإيجابية إيجابية الأم قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هو ميت ميت بالمقاييس البشرية سيأتيه الجند ويقتلونه لا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه كون إيجابية فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إصنع التابوت وألقيه فيه ولا تخافي ولا تحزني ماذا ترتب على الإيجابية قال تعالى فرددناه إلى أمه أين في قصر فرعون وهو يحرسها كي تقر عينها ولا تحزن فلما تقدم السن بسيدنا موسى وعاش مع بني إسرائيل فأراد أن يعلمهم تلك الإيجابية فأمرهم بأن يدخلوا القرية قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ثم زادت المفاوضات قالوا في النهاية يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قمة السلبية فترتب عليها المنة والحجب قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الإيجابية وأن يتوب علينا وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى